اشتركوا في القناة ومشروعات الحماية الاجتماعية وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الانشطة وزيارات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن تكلف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة أم الحصم والدراز والقرى الواقعة على شارع الابديع وذلك لتفقد احتياجات الأهالي فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري العملي على تنفيذها وفي كلمة له بهذه المناسبة شهد سعادة الوزير حميدان بالتوجيهات الكريمة لسمو رئيس الوزراء والتي تعكس حرص سموه على تقديم أقصى الخدمات الممكنة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وأكد حميدان إلى أن حضور المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الدراز يأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وتلمس احتياجاتهم والعمل على تلبيتها وفيما يتعلق بالمشاريع الموجهة إلى أبناء المحافظة الشمالية في مجال التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل قال أحميدان إنه يوجد في المحافظة مركزان متكاملا لتقديم خدمات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتنظيم معرض للتوظيف مخصص لأهل الدراز والقرى الواقعة على شارع الابديع خلال الفترة القادمة كما أكد الوزير على استمرار مشاريع تعزيز استقرار العمال الوطنية في سوق العمل عبر سياسة دعم أجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص من خلال مشروع تحسين الأجور للعاملين بالتعاون مع صندوق العمل التمكين وكشف أحميدان خلال الزيارة عن بعض المشروعات التنموية المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظة الشمالية ومنها مركز ألبى الاجتماعي في منطقة الابديع لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تصاميم للمشروع وأكد أحميدان أن الوزارة ماضية في تكريس الجهود المتصدة بالرعاية الاجتماعية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر عدد من البرامج الإنمائية ومن ذلك الضمان الاجتماعي وتطرق سعادة الوزير كذلك إلى مشروع خطوة للمشاريع المنزلية حيث يقدم كفة الاحتياجات والتسهيلات المطلوبة للأسر والأفراد لبدء مشاريعهم التجارية من منازلهم وعلى صعيد المتصل دعا أحميدان أن المنظمات الأهلية تعتبر شريكا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ برامج الوزارة المجتمعية دعيا بهذه المناسبة المواطنين للاستفادة من جودة تسعين جمعية أهلية في المحافظة الشمالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر